أعزائي مشاهدي قناة الحياة أرحب بكم في حلقة جديدة بخصوص مواضيع تتعلق باليهودية حلقة اليوم سوف تتحدث عن الكتابات اليهودية بالأموم سوف نقدم تعريفا بما هي الكتابات اليهودية نحن لدينا حقول واسعة جدا من المواضيع المندرجة ضمن إطار الكتابات اليهودية وهي بالنسبة للشخص الذي لم يطلع أن كثب عن هذه التفاصيل سوف تكون أمور مبهمة وغائمة حلقة اليوم سوف تقدم نظرة شاملة وتعريفا عاما عن الكتابات اليهودية الأمر الأول في تصور عن الكتابات اليهودية يوجد شيء يسمى التوراة الشفوية ما هي التوراة الشفوية؟ يحتوي التوراة على شرائع ووصايا ولكن تنفيذ الأحكام تحتاج في حين كثيرة إلى توضيح فمثلا ينص التوراة على وسيط تقديس يوم السبت في سفر الخروج والتثنين ولكن المؤمن يحتاج إلى توضيح كيف يقدس السبت؟ وما هو نوع العمل المحظور؟ وما هو نوع العمل المسبوع؟ وهذا ما قامت به ما يسمى التعليم الشفوية أو التوراة الشفوية إذن التوراة الشفوية هي التوراة التي حاولت أن تقدم توضيحات على نصوص دينية وهي إذن هذا العنوان العام التوراة الشفوية ولكن عندما نقول التوراة الشفوية نحن نتحدث عن نصوص في الأصل كانت شفوية ثم تحولت إلى كتابية وفيما بعد أصبحت هذه النصوص الشفوية تحولت إلى كتابات بمعنى في الفترة الأولى كان لدينا التوراة الشفوية التي تنقلت شفوية ثم تحولت إلى كتابات ثم تطورت إلى حقول مختلفة من الكتابات وأفروع مختلفة من الكتابات يؤمن اليهود الأرثوزوكس أن موسى لم يتلقى التوراة المكتوبة في سيناء فقط ولكن أيضا حتى التقاليد أو التوراة الشفوية فأن موسى أيضا قد تلقى هذا التوراة الشفوية والتوراة الشفوية إذن هي التعليم التي قدمها الأحبار لفهم نصوص التوراة والتي أعتقد الأحبار قديما أنها أيضا موحات هذه كانت مادة موجودة شفويا ولكن بعد ذلك تم بناء على هذه المادة لكتابة أو التأليف المشنان وهو أول عمل حبري موجود هو المشنان في هذه الحلقة سوف ننظر بشكل سريع وعام على فروع الأدب الحبري ولنبدأ من المشنان العمل التأسيسي الأول للكتابي لليهودية بعد التوراة المشنان من أجل الحفاظ على التقاليد الشفوية بدأ الأحبار في تدوين التوراة الشفوية أو المرويات الشفوية وهذه المدونة صارت تراف باسم المشنان أي أن المشنان أول وثيقة لليهودية الحبرية أول وثيقة ليهودية بعد دمار الهيكل وهي اليهودية التي استمرت إلى الآن وينسب تحرير المشنى إلى الحبر يهودة الناسي وهو من أحبار فلسطين عاش في نهاية القرن الثاني بدايات القرن الثالث والمشنى هو أعمال مكتوب باللغة العبرية وصارت تعرف عبرية هذا الكتاب بعبرية المشنى وهي تختلف عن العبرية الكتابية عندما نأتي إلى كتاب المشنى هو يوجد له تقسيمات بمعنى أننا لا نجد كتابا واحدا يسمى المشنى نعم يوجد كتاب احتوى على التقاليد الشفوية ولكن قسمة إلى أبواب أو بمعنى قسمة إلى أجزاء مختلفة كل قسم يعرف بالعبرية باسم سيدغ وجمعة سيداغيم وتم تقسيم المشنى على الشكل التالي القسم الأول يسمى قسم البزور زياغيم وهو متعلق بالمسائل الزراعية والعشور والتقديمات القسم الثاني وهو قسم يسمى المواعيد مؤيد القسم المتعلق بمواقيد الأعياد بما في ذلك السابط والاحتفالات القسم الثالث هو النساء ناشيم وهو يتعلق بقضايا المرأة الزواج الطلاق والقسم الرابع الأضرار وهو ممكن أن نقول شرائع الجرائم المدنية والجنائية أي يسمى بالعبرية نزكين والقسم الأخير بخصوص الأشياء المقدسة قادشي وهو دخص شؤون القرابين والمعبد والكهنة وعفاً والقسم الأخير الطهارة تهوروت الجزء الثاني من الكتابات الحبرية إذن الكتاب الأول من الكتابات اليهودية أول نص كتابي هو المشنة التصفتاء أيضاً هو يعني من الكلمة الأرمية الزيادات في الواقع هي الزيادات على المشنة كان فيه أحياناً نقل الشفوي وأحياناً كتابي هذه الزيادات أضيفت على نصوص المشنة وبالتالي كانت حجمة ثلاثة أضعاف المشنة بقي طبعاً نصوص التصفتاء بمعنى الزيادات محفوظة في مخطوطات حتى القارن الثاني عشر وبعدين بدء من القارن الخمس عشر بدت أشياء جديدة تظهر في جنازة القاهرة ترجمة يوجد ترجمة كاملة في الإنجليزية صدرت في نيويورك سنة 1977 من منجلدين إذن بعد ذلك بعد تأليف أو كتابة المشنة استمر الحكماء اليهود في النقاش حول مواضيع المشنة والتشريعات والقصص وهذه الحبارات انتقلنا معها إلى مرحلة جديدة في الكتابات تسمى الجمارة الجمارة أو هاء جمارة والتاني التكملة هي تعليقات حول تعليم المشنة إذن في البداية كان مكتوب المشنة ثم صار ينظروا العلماء إلى المشنة وقدموا التعليقات أو تكملة على ما يوجد في المشنة فإذا صار عندنا نحن مادة تسمى الجمارة أي هذه المادة التي تكمل تكمل الكتابين عندما نجمع الجمارة مع المشنة مع بعضهم يصبح لدينا النص التلمود إذن النص التلمود الحالي هو نص يجمع جزئين المشنة في الوسط ثم نتحيطه الجمارة الأمر الآخر المدراش هو من الكتابات الحبرية وتعني أيضا من كلمة مدراش أو مدراشي هو دراسات أساسية بالطورات ولكن قائمة على أساس استنباط القيم الأخلاقية أو القيم الروحية من قصص الكتاب المقدس وهي تحتوي على قصص أحيانا وفلكلور تحتوي المدراش بشكل عام على تفسير كتابي على إعادة كتابة القصص الكتابية أحيانا نجد القصص الكتابية مأخوزة ويعاد تقديمها بشكل مختلف بهدف العيظة والحكاية والأخلاق كما يحتوي المدراش على أخبار قصص شعبية وأقوال شعبية التركيز طبعا اهتمام الرئيسي في المدراش هو تركيز على الكتاب المقدس بشكل أساسي ولما نحن نروح للمدراش نكتشف أن هنا مدراش ما يسمى الأجادة مدراش اللي فيه قصص وحكايات ومدراش هلخاء مدراش اللي بيخص مواضيع التشريعية أو القانونية التلمود قد أنه يسمى هو مجموع القمارة مع المشناء والتلمود يعني التعليم باللغة العبرية ما هو التلمود؟ التلمود هو هذا الجمع الكتابين في نص واحد يسمى التلمود واليوم يوجد تلمودين الأول أورشاليمي أو الفلسطيني والثاني التلمود البابلي تشكل طبعاً التلمود هو آخر مرحلة من مراحل تشكل الكتابات اليهودية استغرق كتاب ثم يقارب 400 سنة من سنة 200 ميلادي حتى سنة 600 ميلادي والتلمود البابلي هو الأكبر حجماً والأكثر ضخامةً والملئ أكثر في التفاصيل والحكايات والقصص والمرجع يعتبر الرئيسي يعتبر الموسوع الكبرى في الثقافة الدينية اليهودية الجزء اللي سوف نتناول الأخير هو يسمى الترجوم أو الترجمات ما هو الترجوم أو الترجمات؟ الترجوم أو يسمى الترجوم هو الترجمة أو تفسير مصطلح يدل على الترجمة الآرامية للتناخ الذي وضع الترجمات كتبت في القرن الثاني والخامس وكان المترجم يقوم بالمهمة في حال كان المستمع لا يعرف العبرية وكانت أمر ضروري لأن الناس ما كانت تجيد في القرون الأولى العبرية نسية صارت لغة خاصة فقط من رجال الدين أما العامة فكانوا فقط يجدوا الأرامية وبالنتيجة أجد الترجمات أو الترجمات هي التي تقدم ترجمة ولكن يوجد فيها إضافات توضيحية لهذا السبب الترجم هو النوع من الترجمة بالتصرف مع إضافات وأهم الترجم هو يسمى ترجم أونكلوس يقال أن يكاتبه شخص كان غير يهودي سمع تنقل يهودية حلقة اليوم التهت وقدمت هي صورة سريعة لأن نعرف حجم غناء الكتابات اليهودية وتعقيد الكتابات اليهودية تحدثنا سريعا عن ما هو المشنة، نصفتة، القمارة، التلمود، الترجم وبالنتيجة هذا كلها المادة انبثقت عن ما يسمى التوراة الشفوية حلقة اليوم التهت وإلى اللقاء في حلقة قادمة مع موضوع جديد شكرا جزيلا وإلى المنطقة بأمان الله اشتركوا في القناة